موسيقى قتل حوثيون وتدمير تعزيزات للميليشيا في قصف مدفعي للجيش بمأرب موسيقى غارات نجوية للتحالف على معسكرات حوثية متفرقة في صنعاء موسيقى وتفاقم أزمة المشتقات النفطية التي افتعلتها ميليشيا الحوثي في محافظة إب موسيقى أهلا بكم مشاهدين أعلن الجيش الوطني مقتلى وجرح عشرات الحوثيين وتدمير تعزيزات للميليشيا الإرهابية في قصف مدفعي شنتهما ساء الثلاثاء في مواقع متفرقة بجبهات محافظة مأرب وذكر الجيش في بيان أن القصف استهدف تجمعات وتعزيزات للميليشيا جنوب وغرب المحافظة وتزامن ذلك مع إسقاط طائرات مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية في الجبهة الجنوبية وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت قوات الجيش السيطرة على قمة جبل البلق الشرقي وقطعها كل خطوط الإمداد عن عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في أجزاء ضيقة منه بينما كانت ميليشيا الحوثي تعيش أحلام يقذة وغرور بتغولها غير المحسوب في مأرب لم تدرك أن هذا التقدم سيكون مقبرة لعناصرها الغازية وانتكاسة لدعمها في طهران التي كانت ترى في مأرب ورقة ضغط رابحة في مفاوضتها النووية من مرحلة دفاعية استمرت قرابة عامين انتقلت مأرب مؤخرا إلى مرحلة الهجوم وتولي زمام المبادرة والتحكم بمسار العمليات والهجمات على الأرض في الأطراف الجنوبية بالتزامن مع تقدم ألوية العمالقة من الجهة المقابلة لقوات الجيش والمقاومة وسط توقعة بالتحام القوتين في سلسلة جبال ملعا خلال الساعات وربما الأيام القليلة الماضية هجمات عقصية بدأ الجيش والمقاومة بشنها منذ أيام لكنها ازدادت حدة منذ الأحد إذ شنت عملية التفافية في الجبهة الجنوبية ومنطقة البلق الشرقي محرزة تقدمات عسكرية ميدانية مهمة تقدمات شملت السيطرة على منطقة الفليحة وقطع أهم خطوط إمداد الميليشي الإيرانية باتجاه البلق الشرقي بعد ساعات من سيطرة الجيش والمقاومة على مساحة واسعة تقدر بـ 15 كيلو تضم عدة مناطق أهمها قورونا البور وفي ساعات متأخرة من مساء الأحد توغرت قوات الجيش والمقاومة في عمق الصحراء المؤدية للبلق الشرقي من اتجاه مركز الجوبة نجحت قوات الجيش والمقاومة في تطويق معسكر أمريش الذي يضم مقر قيادة اللواء 117 مشاه ومعسكرا تدريبيا تتخذه منطلقا لتعزيز عناصرها في الجزء الشرقي من البلق تحرير المعسكري سيختصر المسافة والزمن للسيطرة على جبال مدعاء والتحام الجيش والمقاومة مع ألوية العمالقة التي تطويق حاليا مركز مديرية حريب هكذا ومنذ قرابة عامين تحدت مأرب كل الظروف رغم أهوالها وصمدت أمام مئات الهجومات الإيرانية الشاملة وخلال كل هجوم ظلت آلة الدعاية الإعلامية للإيرانيين وأتباعهم الحوثيين تضخ الأخبار التي تتحدث عن سقوط مأرب خلال الساعات القادمة مرت الساعات والأيام والسنوات ولم نسمع غير ثبات مأرب ونجاحها في استنزاف الجزء الأكبر من القدرات العسكرية والعناصر البشرية للميليشيات والإيرانيين اليوم وبعد أن تغيرت المعادلة الميدانية بفعل ثبات مأرب وصمود الجيش والمقاومة لجأت إيران بحسب قناة الميدين إلى تقديم مبادرة سياسية لإيقاف الحرب جددت مقاتلات التحالف العربي قصف واستهداف معسكرات ومخازن الأسلحة والطائرات المسيرة التابعة لميليشي الحوثي الإرهابية في مناطق متفرقة بصنعاء وبحسب سكان محليين فإن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات فجر الأربعاء على معسكرات الميليشيا في جبل عطان وقاعدة الديلمي ومحيط الكلية الحربية في الروضة ومنطقة الخريبة بسعوان ومنطقة ومعسكر السواد في حزيز وأكد السكان أن الغارات التي لم يشاهد مثلها منذ سنوات أعقبتها انفجارات عنيفة ومرعبة من المواقع والمعسكرات المستهدفة وكانت تحالف شن أمس الأول ضربات جوية استهدفت مخازنة ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب بصنعاء في إطار انتهاكاتها المستمرة بحق المواطنين في محافظة الجوف أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على قتل مواطن في إحدى النقاط التابعة لها في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وطبقا لمصادر محلية فإن عناصر الميليشيا في نقطة شرق مدرية الحزم أطلق النار على المواطن علي صالح الأهفل من أبناء مدرية المتون وأردوه قتيلا في جريمة هي الرابعة ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المواطنين في حواجزها الأمنية بالجوف خلال أسبوع وكانت قبائل بني نوف هاجمت مطلع الأسبوع الجاري نقطة أمنية لميليشيا الحوثي في منطقة الغيل وقتلت من فيها من العناصر وأحرقت الأطقم وذلك عقب إقدام عناصر الميليشيا على قتل شخصين من أبناء القبيلة في تلك النقطة جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية مساء ثلاثاء قصف واستهداف القرى السكنية في محافظة الضالع لليوم الثاني على التوالي وقالت مصادر محلية إن الميليشيا قصفت مسجدا في قرية بيه إلى جانب استهداف منازل المواطنين في ذات القرية وفي وقت سابق من يوم أمس شنت ميليشيا الحوثي قصفا مكثفا بقذائف الهاون على القرى السكنية في منطقة موريس خلف دمارا واسعا في منازل المواطنين أصيب مدنيان إثنان بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية حيس جنوبية الحديدة وقال المرصد اليمني للألغام أن مدنيين اثنين أحدهما طفلة أصيبا بجروح بليغة إثر انفجار لغم للميليشيا في منطقة باب اللفح بحيس وأشار إلى أن اللغمة تسبب ببتر إحدى ساقي الطفلة فاطمة أحمد جبلي كما تسبب بإصابة يحيى إبراهيم قطيبي بإصابة متفرقة في جسده وتسببت الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظات متفرقة باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين في حين تتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بزراعة مليون لغم دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية الحكومة والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية إلى وضع استراتيجية فاعلة لاستعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب الحوثي وشدد في بيان مساء ثلاثاء على أن هذا هو الطريق الذي سيؤدي إلى إنهاء الإرهاب في اليمن ويضمن السلام بين اليمنيين وبين اليمن وجيرانه ويحمي السلم العالمي وسلامة وأمن طرق تجارة الدولية في البحر الأحمر وينهي مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وقال التحالف إن استخدام الأراضي اليمنية لأعمال إرهابية بالوكالة يعد استمرارا لنهج الحوثي العدواني على الشعب اليمني وشعوب المنطقة ويعرض اليمن وسمعته الدولية لأضرار يصعب تداركها أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سعي بلاده ودول مجلس التعاون ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه أو شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج الأمير خالد بن سلمان قال في تغريدة على تويتر نؤكد لشعب اليمن بأنه منا ونحن منه وسنكون دوما إلى صفه مشيرا إلى أن الحوثيين يروجون وعودا كاذبة وأوهاما متكررة لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم وجاءت تصريحات خالد بن سلمان بعد أيام من إعلان التحالف العربي إطلاق عملية حرية اليمن السعيد والتي قال عنها متحدث التحالف تركي المالكي إنها تهدف إلى نقل اليمن إلى مرحلة النماء والازدهار ومصافي الدول الخليجية أفدت مصادر محلية بتفاقم أزمة المشتقات النفطية بمحافظة إب في ظل ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مبالغ خيالية وسط السياء واسع في أوساط المواطنين وقال مواطنون أن أزمة المشتقات النفطية التي افتعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية زادت حدتها من جديد وهي التي تعيش على الأزمات وتجارة السوق السوداء وتربح من خلالها مبالغ مالية مهولة وأكدوا أن طوابير طويلة تقف في محطات المشتقات النفطية غير أنها لا تفتح إلا لوقت قصير وتظل مغلقة في وجوه المواطنين وتسببت أزمة النفط والمشتقات النفطية بانطفاء الكهرباء عن أحياء واسعة من مدينة إب بعد توقف غالبية المحطات التجارية الكهربائية التي يعتمد عليها الأهالي في الإضاءة قال وزير الصحة قاسم بحيبح إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ترفض حملة تصحين موسعة تستعد لإطلاقها أو ترفض حملة تحصين موسعة تستعد لإطلاقها ضد شلل الأطفال الذي عاد إلى الظهور بعد نحو 16 عاما على خلو اليمن من الفيروس المعدي وأشار الوزير بحيبح في تغريدة له على تويتر إلا أن وزارته بالتعاون مع الشركاء تستعد لإطلاق حملات لقاح ضد شلل الأطفال على أن تشمل جميع أنحاء البلاد بأسلوب شامل من منزل لمنزل وأكد أن ميليشيا الحوثي ما تزال ترفض هذه الحملة الموسعة رغم ظهور حالات شلل أطفال مؤخرا في مناطق سيطرتها قالت مديرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضر موت الدكتورة رولا باض ريس إن مديريات الساحل تشهد موجة رابعة من وباء كورونا منذ مطلع يناير الجاري حيث بلغ إجمالي الحالات المشتبه بها 122 بينها 84 حالة مؤكدة حتى السابع عشر من يناير وأكدت أن إجمالية الوفيات في الموجة الرابعة بلغ حالتين فيما بلغت حالات التعافي ثلاثة حالات خلال الفترة من أول يناير 2022 إلى تاريخ 17 يناير 2022 إجمالي الحالات المشتبهة بالكوفيد 19 والتي رصدت داخل المحافظة 122 حالة اشتباه من بينها 84 حالة مؤكدة بفحص البي سي آر طبعا هذا إلى يوم أمس 17 يناير إجمالي الحالات النشطة 79 حالة من بينها 78 حالة تتلقى العلاج في المنزل وحالة واحدة مرقدة في مركز معالجة مستشفى شهيد دكتور ياضي الجريري إجمالي الوفيات التي تم مصدها خلال فترة الموجة الرابعة حالتين وفاة إجمالي التعافي ثلاث حالات رياضيا عقب الاتحاد اليمني لكرة القدم ناديي أهلي وشعب صنعاء بغرامة مالية على خلفية مشاركتهما في بطولة سياسية ارتدى فيها الفريقان الخميس الماضي صورة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي لقي مصرعه بغرة أمريكية في يناير 2020 وبحسب مذكرة موجهة من أمين عام الاتحاد حميد الشيباني إلى الناديين فإنه قرر وضع غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل نادا على أن يتم تزديدها إلى الاتحاد خلال أسبوعين من تاريخ القرار ووجه الاتحاد انذارا نهائيا للناديين بأنه في حالة التكرار سيتم رفع الموضوع إلى الاتحادين الدولي والأسيوي وقد تصل إلى شطب الناديين من سجلات الاتحاد يشار إلىنا البطولة التي أقامتها ميليشيا الحوثي الخميس الماضي تحت مسمى كأس الشهيد والاتفاز بها نادي أهل صنعاء أثارت موجة جدل واسعة في أوساط اليمنيين على خلفية وضع الهالك سليماني على واجهة قمصان الفريقين وقبل ختام النشر هذا تذكير بأبرز عنوينها قتل حوثيون وتدمير تعزيزات للميليشيا في قصف مدفعي للجيش بمأرب غارات ناجوية للتحالف على معسكرات حوثية متفرقة في صنعاء وتفاقم أزمة المشتقات النفطية التي افتعلتها ميليشيا الحوثي في محافظة إب ختام النشر شكرا لطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة